ليش ببرامج الهوات ولا مرة شفتك عضو لجنة تحكيم مع انه زورج وصوف لما حوارته بالسن الماضي بتراتاته قال لي انه وريدته فيه اكتر الناس بيصلح انه يكون بلجنة حكم هل قبل كنتوا تقولوا انه فيه مافيا حفلات بيقصونا من الحفلات والمهرجانات اليوم فيه ذيته برامج اولا مادي حيي ابو وديه هذا الصديق الصادق اذا احب احب صح واذا قال قال يعني سرق بيعله صوته معك وقته بتذكر انا لما بجيبه العملاق اعوذ بالله احب الكلمة لكن هذا هو الوسوف لما بيقول شي من قلبه بيقوله اقصاء ما حدا فيه قصيني انا ولا حدا فيه شي لنا بس شو القصة ليه ولا مرة عفوا ليه ولا مرة طلبوك وبعدين انا بفكونا انه اذا بعدنا شوية احنا قاعدين احنا مش قاعدين عم نشتغل لكن الاعلام يبقى شوية انت مغيب عنه او بعض لمحطات بتغيب ولا مغيب عنه لا بغيب ما في حدا يعني شو اللي بصير نشان نعرف اليوم نعترف اجي تموضة جديدة بعد ما نجحنا احنا واحنا السبب اول ناس نجحوا ماجد الرومي هاللي بحييها من كل قلب ولي بفتخر فيك يا انا وينما بروح فيه كم اسم نشان ونطرينا ببيروت جامعة بيروت العربية الله يوفر باربعة ستة يعني وقت بسفر هيك وبعرف كنت قبلي بهالمهرجان الست ماجده بفرح هيك وبكبر قلبي كلهم عنا كتير نجوة كلهم في كتير ناس تكبر فيه هون اجت طريقة جديدة محطات جديدة شركات جديدة على الحياة الغنائية والموسائية ما كانت موجودة عنا كان الفنان بطل الطير يطلع هون ويطلع هون تشوفوا هون اذا ما شفته هون بتشوفوا هون وكان فيه كام محطة مجبورة تشوفني ما فيه كلما تشوفني بستدول الفن او ببرنامج الام تي في اجت شركات جديدة مشان نختصر بتقولوا قممت تأميم صحيح باللي مش معنى ما بيطلع الهواء اللي مش معنى هو قواية قواية يعني شيخ خاني حكي قواية بالمادية صح بالصرف بالانتاج 130 ما بلن نذكر أسامي كل شي راح هيدا شوي أثر بوقت من الأوقات مغرموا عيونك سرقوني من بين صحابي وحرموني مغرم عيونك سرقوني ومن بين صحابي وحرموني من راح تبالي وتركوني راحوا لبعيدوني سيوني من راح تبالي وتركوني راحوا لبعيدوني سيوني مطرها ترحمني أم بس عيونك ما بترحم يلّ عيونك آآ عيونك عيونك فينا نسمع كمان مقطع صغير من أبو كمان أبو كمان نصير أبوك من النجمة أنا لي معاه كم كلمة سرحانة لي أصبي ما ترد علي يعني سرحانة لي أصبي ما ترد علي يعني